الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم وأن يسبغ نعمه عليكم وأن يجعلكم موفقين في كل أموركم كما أسأله أن يسر لكم أمور حجكم وأن يتقبل منكم صالح أعمالكم وأن يجعلكم ممن غفرت ذنوبهم ورفعت درجاتهم كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين في مشارك الأرض ومغاربها بأن يجمع كلمتهم وبأن يجعلهم متمسكين بدينهم وأن يؤمنهم في بلدانهم وأن يرغد عليهم معايشهم كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء كان بالأمس حديث مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه من صحيح الإمام البخاري وشرحت شيئا من مقدمات هذا الحديث فلعلي أواصل ما يتعلق بهذا الخبر فحينما أصيب قالوا يا أمير المؤمنين أوصي يعني أذكر لنا من هو الخليفة من بعدك من أجل أن تنتظم أحوالنا وتعين الخلفاء والولاة له طرائق من ذلك أن ينص عليه من قبل صاحب الولاية بأن يبين من يخلفه كما فعل أبو بكر رضي الله عنه فإما أن يكون بمشورة أهل الرأي واجتماع أهل الكلمة كما في اختيار أبي بكر رضي الله عنه وقد يكونوا بتسمية مجموعة ليختاروا من بينهم من يرونه كما فعل عمر فإنه لما قيل له استخلف قال لا أجد أحداً أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض وفي هذا فضيلة هؤلاء الستة من الصحابة عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاصة ومكانتهم فهم من العشرة المبشرين بالجنة وقد جاءت النصوص متتابعة بالثناء عليهم وذكر محاسنهم رضي الله عنهم وفي هذا السعي وفي هذا السعي للسجلاب مرضات الله جل وعلا وفي هذا ذكر قصة بيعة عثمان بعد مقتل عمر وفيه ما حصل من الاتفاق على خلافة عثمان رضي الله عنه ثم قال فمن استخلف بعدي فهو الخليفة يعني من اختاره هؤلاء الستة ليكون خليفة فهو من يتولى أمر أهل الإيمان فاسمعوا له وأطيعوا وفي هذا تقرير مبدأ السمع والطاعة لأصحاب الولاية وقد جاءت النصوص بتقرير هذا في الكتاب والسنة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره وعلى آثرة عليه فسمى علي ابن أبي طالب وعثمان ابن عفان والزبير ابن العوام وطلحة وسعد ابن أبي وقاص وعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنهم وقال يشهدكم عبد الله ابن عمر ليرتب أمورهم وينظمهم ويكونوا معهم معينا وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له وفي هذا فضل عبد الله بن عمر ومكانته عند أبيه وهو من علماء الأمة وممن نقلوا كثيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ثم قال فإن أصابت الإمرة سعدا يعني سعد ابن أبي وقاص فهو ذاك وإلا فليستعم به أيكم ما أمر وذلك أن سعد ابن أبي وقاص كان واليا على الكوف وبعض بلاد العراق فتكلم فيه بعض أهل العراق بكلام لا يصح عنه فرأى عمر أن يعزله وحينئذ كان عمر يقر سعدا ويبجله ويراه ولما طلب منه شيئا من الولاية بعد ذلك امتنع رضي الله عنه ثم بعد ذلك وجه وصية لمن بعد وفي هذا استحباب أن يكتب الإنسان وصيته بأن يذكر من خلفه ومن يأتي بعده بطاعة الله جل وعلا ولذا قال عمر أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين خيرا وقد قسم عمر الناس أقساما فأولهم المهاجرون وثانيهم الأنصار وثالثهم أهل الأعصار والمدن الأخرى ورابعهم الأعراب وخامسهم أهل الذمة وفي هذا تقسيم الناس بحسب أعمالهم ومن أجل أن يعطى كل كسم منهم ما يكون له من طريقة التعامل معه فأول ذلك ما يتعلق بالمهاجرين فقد أوصاه بهم خيرا أن يعرف لهم حقهم يعني مكانتهم ومنزلتهم وأن يعطيهم مالهم وأن يحفظ لهم حرمتهم أي مكانتهم ومنزلتهم وأما القسم الثاني فهم الأنصار من أهل المدينة الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم ووصفهم بأنهم تبوأوا أي نزلوا في الدار والإيمان من قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأوصاه أن يقبل من محسنيهم ويقبل إحسانه وعمله الصالح وأن يعف عن مسيئهم وأما القسم الثالث فهم أهل البلدان الأخرى والأمصار وذكر أنهم ردوا لإسلام أي معاونوه وحافظوه والقائمون معه وهم جبات المال وغيظ العدو وفي هذا الاستعانة بأهل الإسلام على المصالح والمنافع العامة وأوصاه بأن لا يُخذ منهم إلا فضلهم يعني الزائد عن حاجتهم عن رضاهم وأما القسم الرابع فهم الأعراب أي أهل البادية الذين يتنقلون في البواد يطلبون مواطن الزرع والربيع من أجل بهائمهم قال فإنهم أصل العرب ومادة لإسلام وأوصى بأن يُخذ من حواش أموالهم يعني في الزكاة وأن يُرد هذه الزكاة على فقرائهم وأما القسم الخامس فهم أهل الذمة من مثل اليهود والنصار والمجوس الذين يسكنون في ديار أهل الإسلام وصفهم بأنهم أهل ذمة الله وذمة رسوله ووصفهم بأنهم رزق عيالكم لأنهم يدفعون الجزية قال أن يوفى لهم بعهدهم وبحيث لا يُغدر بهم ولا يُخذ منهم شيء من حقوقهم وأموالهم وأن يُقاتل من ورائهم فأهل الذمة لا يُكلَّفون بأن يكون منهم أحد من الجند ويجب على صاحب الولاية أن يحميهم وأن لا يُكلَّف من العمل إلا طاقتهم بحيث لا يُشاق بهم وفي هذا بيانوا أن أهل الذمة يُقاتل عنهم وأنهم يُقرَّون في ديار أهل الإسلام ولا يُؤخذ منهم المماليك هكذا كانت وصية عمر رضي الله عنه فما هو إلا حين يسير حتى مات رضي الله عنه وقُبِضت روحه وبالتالي خرج الناس من عنده يقول إن طلقنا نمشي فذهب عبد الله بن عمر بجنازة أبيه بعد أن غُسِّل وكُفِّن وقبل أن يدخل في بيت عائشة ليدفن استأذن منها وكان قد أوصاه أن يقول يستأذن عمر وأن لا يقول أمير المؤمنين قال فإني لست حينئذ بأمير وذلك لأنه قد مات فالإمرة وظيفة من الوظائف تكون حال حياة الإنسان فقالت عائشة رضي الله عنها أدخلوه فأدخل فقُبر في بيت عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر مما يدلك على فضل هذين الرجلين وعظم مكانتهما حيث اختار الله لهما في منازل الآخرة قرب النبي صلى الله عليه وسلم كما اختاره لهم في حياتهم حيث كانوا صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وناصريه ومن ثم عرف أهل الإيمان مكانة هذين الرجلين وقدروهما وعرفوا ما لهم من البلاء في دين الإسلام وما ترتب على فعلهم وولايتهم من الخير العظيم فلما فرغ من دفني عمر في هذا دلال على مشروعية دفني الموت اجتمع الرهط الستة وبالتالي بدأوا يتشاورون فيمن يولون فقال عبد الرحمن بن عوف اجعلوا أمركم إلى ثلاث نحن ستة فكل واحد يجعل أمره عند شخص آخر لتنحصر مادة الاختيار في ثلاثة رجال فقال الزبير بن العوام جعلت أمري إلى علي رضي الله عنه وفي هذا تنازل الإنسان لمن يرى أنه حق منه وأولا وقال طلحة بن عبيد الله تنازلت وجعلت أمري إلى عثمان وقال سعد بن أبي وقاص قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف مما يدلك على أن هؤلاء القوم لم يكن مرادهم الدنيا وإنما أراد الآخرة لكن لما كانت الأمة تحتاج إلى ولاية تنظم أمورهم وتخطط لهم وتقف في وجوه أعدائهم احتاجوا إلى الولاية والإمرة وبالتالي وجدوها ضرورة لابد منها فقال عبد الرحمن بن عوف أيكما يعني أن عبد الرحمن تنازل بها أيضا وقال الأمر بينكما يا علي ويا عثمان رضوان الله على الجميع فقال عبد الرحمن أيكما يا علي ويا عثمان تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه قال نحن ثلاثة ليكن شخص حكم منا نحن الثلاثة وبالتالي هذا الحكم يختار واحدا من الاثنين الباقيين فسكت الشيخان عثمان وعلي رضي الله عنهما فقال عبد الرحمن اجعلوا الأمر إلي وليس لي فيه شيء أتجعلونه إلي والله علي يعني أتوكل وأتعهد لكم ألا آل يعني لا أقصر في بذري الجهد في اختيار أفضلكم فقال الشيخان نعم وحينئذ بدأ بهما جميعا فأخذ العهد على كل منهما فأخذ بيدي علي رضي الله عنه فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك القدم في الإسلام يعني ساهمت وبذلت من العمل الشيء العظيم ما قد علمت فحينئذ أقسم لي وإجعل الله عليك لئن أمرتك لتعدي لن ولئن أمرت عثمان عليك لتسمع ولك طي عن فتعهد بذلك ثم خلا بالآخر بعثمان رضي الله عنه فقال له مثل ذلك لك القدم في الإسلام وقد بذلت لدين الله فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن ولئن أمرت علي لتسمعن ولتطيعن فتعهد بذلك وأخذ الميثاق عليهما وفي هذا مشروعية أخذ المواثيق على من يراد أن يوكل إليه شيء من الأعمال ثم بعد ذلك اختار عبد الرحمن بن عوف عثمان رضي الله عنه لمكانته ولسبقه ولكبر سنه فقال ارفع يدك يا عثمان فبايعه عبد الرحمن بن عوف وحينئذ بايع له علي ثم بايع له بقية الستة ثم بايع له أهل المدينة من المهاجرين والأنصار وكان وكان من خاصية باعة عثمان أن الناس قد اتفقوا عليها ولم يحصل بينهم خلاف لا من صغير ولا من كبير على مبايعة عثمان رضي الله عنه لعلنا نستمع لحديث آخر مما رواه الإمام البخاري فليتفضل القارئ مشكورا الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا في هذا الحديث النهي عن سب الأموات ولو كان عملهم سيئا في الدنيا وظاهر هذا الحديث يشمل ميتهم ومن المسلمين ومن غيرهم فإنه قال لا تسب الأموات والأموات جمع معرف بالألف واللام فيفيد العموم وفي الحديث بيانوا أن الإنسان إنما يجاز بسبب عمله وأن ما قدمه في الدنيا مؤثر وسبب في ما يجاز به وفي الحديث إثبات عذاب القبر ونعيمه وفي الحديث من الفوائد الإشارة إلى شيء من سكرات الموت أثابكم الله قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا وجعل يدعوهم قبائل قبائل ينادي فهتف يا صباحا يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو فجاء أبو لهب وقريش فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا قال أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم أما كنتم مصدقي قالوا بلى قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد قال أبو لهب عليه لعنة الله للنبي صلى الله عليه وسلم تبا لك سائر اليوم ألي هذا جمعتنا ثم قال فنزلت تبت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب في هذا الحديث مشروعية تقديم الإنسان قرابة في الدعوة إلى الله في قوله وأنذر عشيرتك الأقربين وفي الحديث الإعلان بالدعوة لدين الإسلام وأن من شأن أهل الإيمان أن يعرف الآخرين بطريق الحق وسبيل الهدى وفي الحديث بدل الأسباب الموصلة إلى وصول الدعوة إلى الخلق ولذا صعد النبي صلى الله عليه وسلم جبل الصفا والصفا هو الجبل الصغير الذي في أدنى أبي قبيس ويصل إليه من يسعى بين الصفا والمروة وسمي بهذا لأن الحجارة على شكل الصفا حجارة سوداء صافية وفي هذا الحديث أيضا تخصيص القرابة بقبائلهم في الحديث تقسيم الناس إلى قبائل ولذا جعل يدعوهم قبائل قبائل وقد عرف بعد ذلك بأن هذه القبائل بطون قريش وفي هذا الحديث جواز انتساب الإنسان إلى قبيلته واستجابته للنداء الذي يتعلق بهذه القبيلة وفي الحديث من الفوائد مشروعية جمع الناس في الدعوة إلى الله عز وجل والتذكير بأحكامه وفي الحديث ما كان عليه أهل الجاهلية من الاهتمام بالدعوات التي ترسل إليهم وفي الحديث من الفوائد أيضا أن وظيفة الأنبياء وأتباع الأنبياء النذار كما قال إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد وفي الحديث أيضا تقريب المعلومة بالمثال الذي يقرب الأمر إلى الأذهان وفي الحديث الاستدلال بمقدمات صحيحة على النتائج المراد التوصل إليها فقد استدل بالتزامه الصدق وعدم جريانه على الكذب فيما مضى على صدقه في دعوته التي يدعوهم إليها وفي الحديث من الفوائد ضرب الأمثلة فإنه مثل لهم الهلاك الناتج عن عدم استجابتهم له بالعدو الذي يستأصلهم مما ينبغي معه استعدادهم لذلك العدو وفي الحديث مشروعية الاستعداد للأعداء وبذل الأسباب التي تقي الناس شرور أولئك الأعداء وفي هذا الحديث من الفوائد عدم جزع الإنسان من رد قرابته للخير والهدى الذي يكون معه فإن أبا لهب لما رد كلمة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته كان ذلك من أسباب وقوع العذاب بهذا الراد ولذا لم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم له وفي الحديث أن الأمر العظيم والمهمة الكبيرة والنتائج المبهرة قد لا يلتفت إليها بعض الناس ويظنونها أمور لا قيمة لها فإنه لما دعاهم إلى كلمة الحق التي تكون من أسباب نجاة الناس يوم القيامة وهي أيضا من أسباب الخير والرفعة والعلو والنصر على الأعداء في الدنيا احتقر أبو لهب هذه الكلمة وظن أنها لا قيمة لها ولا منزلة وأنها لا تستحق أن يخرج لها من المنازل أو أن يسمع لها ولذلك قال تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا على سبيل احتقار هذه الدعوة والتنقص منها وفي هذا الحديث معجزة عظيمة معجزة عظيمة تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد نزلت الآيات تخبر أن أبا لهب سيصل نارا ذات لهب وبالتالي لو آمن أبو لهب لكان ذلك دليلا على كذب هذا النبي فلما استمر على تكذيبه وكفره وعناده ومات على ذلك دل على أن ما جاء به هذا النبي صدق وأنه قد أيدته هذه المعجزة العظيمة ومن هنا يظهر لنا هذا الدليل العظيم على صدق النبي صلى الله عليه وسلم مع أن علامات النبوة كثيرة عديدة لكن هذا أحدها نعم بسأل الله إليكم قال رحمه الله تعالى كتاب الزكاة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن فقال إنك تقدم على قوم أهل كتاب فإذا جئتهم فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أوجب الله عز وجل الزكاة فقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقد جعل الله عز وجل الزكاة سبب من أسباب مرضاته ومن أسباب وفرة الأموال ونموها وجعل الله الزكاة سبب بركة كما في الحديث ما نقص مال من صدقة وقد قال تعالى وما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما أتيتم من زكاة تريدون بها وجه الله فأولئك هم المضعفون وقال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وقال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات أن يضاعفها ويزيدها وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة وقال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض وقال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهيرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم وكل هذه النصوص تدل على عظم مكانة الزكاة وهي الركن الثالث من أركان دين الإسلام بعد الشهادتين والصلاة كما في حديث ابن عمر المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا والزكاة تكون في أموال مخصوصة هي النقود والخارج من الأرض من الحبوب والثمار وبهيمة الأنعام وعروض التجارة والواجب فيها مقدار يسير فالواجب في النقود وعروض التجارة ربع العشر بمعنى أنه بمقدار اثنين ونصف في المئة والواجب في الخارج من الأرض يختلف باختلاف مقدار التعب الذي بذل فيه وهذا المقدار يأخذ ويعطى لأصناف محددة مذكرون في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم وقد ذكر المؤلف عددا من الأحاديث التي تدل على أن الزكاة واجبة وجوبا عينيا على أصحاب الأموال فقال ابن عباس بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وفيه أن ولاة الأقاليم والدعاة يرسلهم الإمام إلى الأقاليم وفي الحديث فضل معاذا رضي الله عنه ومكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث بعث أبا موسى ومعاذا رضي الله عنهما إلى اليمن قبل حجة الوداع وفي الحديث أن الدعاة يعرفون بالبيئة والمجتمع الذي يريدون أن يقدم عليه ليعرفوا ما يناسبهم ويتعاملوا معهم بما يكون سببا لصلاح أحوالهم ولذا قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب وفي الحديث ذكر ما كان عليه أهل اليمن قبل الإسلام وفي الحديث أن أول واجب على المكلف هو الإقرار بشهادتي التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله خلافا لمن قال بأن أول واجب هو النظر أو قصد النظر أو الشك فهذه الأقوال لا دليل عليها بل الأدلة تدل على أن الواجب هو الإقرار بالشهادتين فهذا هو أول واجب على المكلفين ولذا قال فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن رسول الله وفي بعض روايات الإمام البخاري قال تدعوهم إلى عبادة الله وفي رواية إلى أن يوحد الله مما يدلك على أن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله وحده فهذا هو معنى هذه الشهادة لأن بعض ألفاظ الحديث يفسر بعضها الآخر وفي هذا بيان أن من الواجب إثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم وفي الحديث أنه يبتدأ في الدعوة إلى الله بالأهم في الأهم فابتدأ بالتوحيد ثم ثنى بالصلاة ثم ثلث بالزكاة مما يدل على أن لا يدعى الناس إلى جميع الشرائع مرة واحدة وإنما يعرفون بالواجب عليهم شيئا فشيئا وفي الحديث إثباتوا أن الواجب من الصلوات في اليوم والليلة خمس صلوات كما قال الجمهور خلافا لبعض الحنفية الذين يجعلون من الواجب صلاة سادس هي صلاة الوتر وفي هذا دليل أيضا على منع وجوب غير الصلوات الخمسة من مثل تحية المسجد ومن مثل صلاة الطواف فإن بعض الفقهاء أوجبها وظاهر حديث الباب يدل على عدم وجوبها ومثل هذا أيضا ما يتعلق بصلاة العيد التي أوجبها بعض الفقهاء وجمهور على عدم تعينها على الأفراد وكان من حجة الجمهور وذليلهم هذا الحديث وفي الحديث التأكيد على وجوب الزكاة وأنظر إلى أنه هنا قال فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا هما قروا بذلك حينئذ يلزمهم أن يقروا ببقية الشرائع وأن يلتزموا بها وفي الحديث إيجاب الزكاة وأنها من فروض هذا الدين وأنها تأخذ من الأغنياء وترد على الفقراء وفي الحديث إشارة إلى أن الأولى في الزكاة أن توزع في البلد الذي يوجد فيه المال فإنه قال تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم وفي هذا إشارة إلى أن من مصارف الزكاة الفقراء وقد استدل الحنابل بهذا الحديث على أن الفقراء أشد حالا من المساكين والجمهور قالوا بأن المساكين أشد حالا وقول الحنابل هذا أقوى لأن الله ابتدأ بالفقراء فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين وما بدأ بهم إلا لشدة حاجتهم ولأن الفقير مأخوذ اسمه من فقرات الظهر كأنه بفقره قد فقد بعض فقرات الظهر التي يقوم عماد الإنسان عليها وفي الحديث التعريف بأن الزكاة تأخذ من أواصط المال فلا تأخذ من أفضله ولا من أدناه خصوصا فيما يتعلق بزكاة بهيمة الأنعام وفي الحديث بيان أن أخذ أفضل الأموال في الزكاة يعد من أنواع الظلم الذي ينتج عنه استجابة الدعوات وفي الحديث أيضا أن صاحب الولاية لا يظلم الخلق وتحذير صاحب الولاية من أن يكون من أهل الظلم وبيان أن دعوة المظلوم مستجابة ولذا قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب وفي الحديث التحذير والترغيب في اتقاء دعوة المظلوم ولا يعني هذا تحريض المظلوم أن يدعو على ظالمه ولكنه خطاب للظالم من أجل أن يجتنب الظلم ولولا بالمظلوم أن يستغل الموقف بالدعوة لنفسه بأن يصلح الله حاله وأن يرفع عنه الظلم وأما الدعاء على الظلم بما لا يستفيد منه المظلوم فليس من العقل في شيء فإذا دعو تعالى الظالم بأن يصمه الله أو ينزل به الصواعق فأنت لا تستفيد من هذا شيئا أيها المظلوم وإنما استفادتك في أن يكف ظلمه عنك وفي أن تصلح أحوال الظالم فيكون من أهل العدل وفي أن يعوضك الله خيرا مما ظلمت فيه وفي الحديث إشارة إلى أن بعض الظلم يزاول على الخلق بإسم العدل فهذا الذي أخذ الزكاة وأخذ من كرائم الأموال عد النبي صلى الله عليه وسلم أخذه لهذه الزكاة ظلما نعم حسن الله إليكم قال عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أخبرني بعملي يدخلني الجنة فقال القوم ما له ما له فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرب ما له تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم ذرها قال كأنه كان على راحلته في هذا الحديث سؤال الإنسان الإنسان عن ما يعرض له من المسائل لأهل العلم كما سأل هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث إشارة إلى أن دخول الجنة يكون بأسباب من أفعال الناس والناس في هذا على ثلاثة أضرب فالأشاعر يقولون لا دخل لعمل الإنسان بدخول الجنة فالله يدخل من يشاء ويمنع من يشاء فالأمر له سبحانه ويقولون بأنه قد يدخل الكافر الجنة ويعذب المؤمن لأن الجميع خلق الله وملكه والمالك يتصرف في ملكه بما يشاء بينما قابلهم طائفة المعتزلة فقالوا بأن الإنسان يدخل الجنة على جهة المقابلة والمجازات لعمله وكلا القولين خطأ والصواب أن الإنسان يدخل الجنة بفضل الله ورحمته وهذا الفضل والرحمة له أسباب من أفعال بني آدم ولذا قال تعالى تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون بما يعني بسبب فالله يتفضل على أصحاب الأعمال الصالحة بأن يرحمهم وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدا عمله الجنة وهنا بيانوا أن دخولهم للجنة ليس على جهة المقابلة والمماثلة لأعمالهم الدنيا وذلك أن ما يؤديه لإنسان من عمل لا يوازي مقدار نعم الله التي أنعم بها عليه في الدنيا وفي الحديث أن بعض الناس قد يستنكر شيئا من المقالات التي هي من مقالات الحق والخير فلما قال هذا الرجل أخبرني بعمل يدخلني الجنة قال بعض الناس ما له ما له أي لماذا سأل هذا السؤال ولماذا اعترض في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ليسأل هذا السؤال وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وابتدأ بسيره فعارضه وسأله هذا السؤال فأنكر بعضهم عليه هذا السؤال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرب ما له أي حاجة شديدة يحتاج للسؤال عنها هي التي جعلته يقف في هذا الموقف فيسأل هذا السؤال أرب ما له ثم أجاب عليه ببيان الأسباب التي تجعله يدخل في رحمة الله وفضله فيدخله الله الجنة فأول ذلك قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا والعبادة كل عمل فيه تذلل وخضوع وخوف ورجاء ومحبة فكل عمل اجتمل على هذه الأركان الخمسة فإنه يعد عبادة وهذه العبادات يدخل فيها أنواع كثيرة منها الصلاة ومنها السجود ومنها الدعاء وكذلك أيضا العبادات القلبية مثل عبادة الخوف وعبادة الرجاء وعبادة التوكل فكل هذه العبادات يجب إفراد الله بها ولا يجوز أن نصرفها لأحد غير الله جل وعلا فلا يحب أحد كمحبة الله ولا يخاف من أحد كمخافتك من الله وإنما تخاف من الله وحده وتخاف من أن يسلط الله عليك بعض خلقه ومن هنا فإن الإنسان يجب عليه أن يمحص هذا الأصل العظيم فهو الأصل الذي دعا إليه أنبياء الله قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن يعبد الله وما من نبي الله وهو يقول لقوم أن لا تعبد إلا الله وبالتالي فتجب عبادة التوحيد وإفراد العبادة لله جل وعلا ثم قال وتقيم الصلاة وإقامتها بالإيتيان بها على وجهها المشروع فلم فلم يقل وتصلي فقط قال تقيم الصلاة بأن تأتي بشروطها وأركانها وواجباتها وأن تترك مبطلاتها ثم قال وتأتي الزكاة أي تقوم بإيصالها لمستحقها وفي هذا دليل على أن إيصال الزكاة إلى يد الفقير من الواجب على الغني فليس شأن الفقير أن يذهب إلى أهل الغناء ليطلبهم أموالهم وإنما الواجب على الأغنية أن يصل بأموالهم الفقراء وقوله وتصل الرحم أي تتواصل معهم بزيارة وبمنفعه وبالوقوف معهم والتعاون معهم على الخير والبر والهدى ومن الصلة أن تدعوهم إلى الخير وأن تحذرهم من الشر والرحم كل من بينك وبينه قرابة قرابة تتعلق برحم ولو ابتعدت هذه الرحم وقال ذرها يعني اترك ناقتي من أجل أن تتمكن من مواصلة السير قال كأنه كان على راحلته وفي هذا تعليم العلم في كل وقت وفي كل زمان وإجابة السائلين على اختلاف الأحوال وفيه أيضا أن ركوب الدابة لا يمنع من نشر الإنسان للعلم بين الخلق وفي الحديث أيضا إشارة إلى استعمال ما يستجد للناس من مركوبات تعينهم في الوصول إلى مقاصدهم وأهدافهم أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم وأن يجعلكم موفقين في كل أموركم كما سأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين